وأن هذا لم يتحقق انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض والخاصة بالوضع العصيب الذي تشهده غزة وجنوب لبنان العراق كان مشاركا فاعلا في القمة منطلقا من مواقفه التاريخية بدعم القضية الفلسطينية وما رفقها عمليا من مبادرات شعبية وحكومية إلى البلدين الشقيقين فلسطين ولبنان أصبح لزاما على الدول العربية والإسلامية أن تقف موقفا جديدا موقف ليس فقط بكلام الرفض والشجب والاستنكار العراق حقيقة عبر عن موقفه في أكثر من قمة وفي القمة هذا اليوم أنه مساند للقضية الفلسطينية ومساند للبنان القمة تأتي في وقت حرج العدوان الصهيوني مستمر على غزة وجنوب لبنان وعدد الشهداء والجرحى وصل إلى أرقام كبيرة جدا مع تدمير كامل للبنى التحتية ما يستدعي وقوف الشعوب العربية والإسلامية بموقف صريح يترجم إلى فعل على المستوى الدولي بعد أن كانت القمم السابقة مجردة من معانيها مقتصرة على البيانات فيما تبدو قمة الرياض مختلفة إذ يسعى فيها المشاركون وبضمنهم العراق للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار نتمنى أن تكون هناك مخرجات حقيقية ليس كما حصل سابقا تعلمون جيدا أن مواقف الدول العربية والإسلامية لا تأخذ بمحمل الجد على الصعيد الدولي لذلك نتمنى أن تكون هذه المرة بنتائج مغايرة ومختلفة على الأقل يعني تحقق شيئا لهذه الشعوب وتأتي مشاركة العراق في القمة تأكيدا جديدا على دعمه التام للقضية الفلسطينية مع تأكيد حكومي على أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق في إقامة دولتهم على كامل التراب الفلسطيني مع دعوة لكل الدول العربية والإسلامية بواجب إغاثة الأشقاء عبر صندوق إسلامي عربي لإعادة إعمار غزة وجنوب لبنان حيدر البدريو تيفي بغداد